موسيقى رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس التونسي بذكرى اعلان الجمهورية الرئيس العليمي يستقبل القائمة بأعمال السفارة البريطانية وزير الاعلام يشهد بنجاح مهرجان البلد السياحي ويعلن اعتماد المهرجان وزاريا من العام القادم حياكم الله مشاهدين الى نشرة اخبار جديدة من تلفزيون حضر موت البداية مع السالي اهلا بك صالح نبدأ نشرتنا مع خبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العلامي الذي رفع برقية تهنئة الى اخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وذلك بمناسبة ذكرى اعلان الجمهورية في بلده الشقيق رئيس مجلس القيادة الرئاسية عربة باسمه وعضاء المجلس عن خالص تهانه واصطقها للرئيس قيس سعيد وتمنياته له بموفورة الصحة والسعادة ولحكومة تونس وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار واشاد فخامة الرئيس في برقيته بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وبموقف تونس الثابت الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية وتطلعاته الى انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار والتنمية استقبل فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بلادنا تشارلز هوبر وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الاوضاع المحلية والجهود الاقليمية والدولية لاحياء العملية السياسية في ظل تعنط الميليشيات الحوثية هذا هو اشاد فخامة الرئيس بالعلاقات المتميزة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة والموقف البريطاني الثابت الى جانب الشعب اليمني لتخفيف معاناته الانسانية اكد فخامة الرئيس دكتور شاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اهمية مضاعفة الضغوط الاوروبية والدولية القصوى في ذلك خيار العقوبات لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لاحلال السلام والاستقرار وانهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمنية رئيس مجلس القيادة الرئاسي شدد خلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي جابرييل منويرا في نالس على اهمية ان يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة للميليشيات الحوثية ضد المعارضين لفكرها السلالي العنصري ووضع فخامة الرئيس السفير الأوروبية ماما تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية والجهود الحكومية من اجل تحسين الخدمات وفي المقدمة قطاع الكهرباء معربا عن تقديره للدعم الاوروبي الانساني والانمائي متطلعا الى زيادة هذا الدعم وتوسيعه في مختلف المجالات اطمأن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن اثر العاصفة الرعدية التي ضربت المدينة فجر الاثنين واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد لبلس خلال اتصال هاتفيا الى احاطة اولية حول الاضرار التي خلفتها العاصفة والاجراءات المتخدة بما في ذلك حصر الاضرار في الممتلكات العامة والخاصة العمل على معالجتها كما اطلع على الوضع الخدمي في العاصمة المؤقتة وفي المقدمة مستوى توليد الكهربائي وخطة السلطة المحلية والحكومة لتخفيف معاناة المواطنين التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرسل من البحسني مساء امس في مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية الحكم صالح بن ثابت النهدي شيخ مشايخ قبيلة نهد واطمأن عضو مجلس القيادة الرئاسية على صحة الحكم صالح احواله وتبادل معه الاحاديث الودية حول سير مجريات الاوضاع على مستوى الجنوب عامة ومحافظة حضر موت على وجه الخصوص وما تتطلبه المرحلة من توحيد للصف الحضرمي لقبائله وأطيافه وشرائحه كافة دون اقصاء لأي قبيلة أو مكون مؤكدا دعمه لقبائل حضر موت ومساندتهم في جميع الخطوات التي تسعى للم شمل القبائل وتوحيد جهودهم في المحافظة بحث وزير المالية سالم بن بريك مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية اللقاء تناول مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية وتحديات التي تواجهها الحكومة لسيما عقب استهداف ميليشيا الحوثي للموانئ والمنشآت النفطية وتطرق الوزير بن بريك إلى التحديات الكبيرة في الموازنة وتفاقم المعاناة الإنسانية في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة لدعم الأشقاء في دول التحالف والأصدقاء كافة لدعم الشرعية لمواصلة برنامج الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة ترأس وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني ومحافظ حضر موت الأستاذ مبهوت بن ماضي لقاء موسعا بمدري مكاتب الوزارة بساحل حضر موت والمؤسسات والهيئات التابعة لها وزير الإعلام ومحافظ حضر موت استمعا إلى نشاطات مكاتب الأعلام والثقافة والسياحة والهيئات والمؤسسات التابعة لها والصعوبات الناتجة عن أثار التدمير الذي شهدته بعض المؤسسات إبان وجود عناصر تنظيم القاعدة في ساحل حضر موت في العام 2015 وفي الجوانب الفنية وضعف الموازنات ونقل الوزير الأرياني في مستهل حديث تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس لأبناء حضر موت وتهانيهم بالنجاح الباهر الذي حققه مهرجان البلد السياحي للعام الجاري الذي حظي بإعجاب القيادة السياسية وأبناء الوطن وسفراء الدول الشقيقة والصديقة معلدا عن تبني وزارة الإعلام والثقافة والسياحة لإقامة مهرجان البلد السياحي بحضر موت ابتداء من العام القادم بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة ونوه الوزير إلى التحضيرات لإنعقاد مؤتمر المجالس المحلية أواخر شهر أكتوبر القادم برعاية فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية مؤكدا أهميته في دعم إدارة الحكم الذاتي للسلطات المحلية وتجاوز صعوباتها وأهمية رسالة الأعلام الهادفة بدقة ومستاقية ونقل الوقائع بشفافية وصدق والاهتمام بهموم المواطنين وقضاياهم كذلك مواكبة التطور التكنولوجي موجها بتحسين خدمات الفنادق والمواقع السياحية وربطها إلكترونيا كذلك إنشاء فرقة وطنية للموسيقى تابعة لمكتب الثقافة وأعداد دراسات لشبكات إرسال إذاعية على موجة الـFM ووعدا برفع صعوبات فروع مكاتب الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها للقيادة السياسية والحكومة وتطرق محافظ حضر موت من جانبه إلى جهود السلطة المحلية في دعم مكاتب الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها وموازناتها خلال الفترات السابقة لاستمرارية نشاطها وإبراز الجوانب الإبداعية في القطاعات الإعلامية والثقافية والسياحية مؤكدا أن السلطة المحلية حرصت على إنجاح مهرجان البلد السياحي لهذا العام إمانا منها بأهميته في تنشيط الحركة السياحية والإبداعية وتحريك حركة الاقتصاد ورسم البهجة لعموم أبناء الوطن في سياق جهود النأي بحضر موت عن الصراعات وأكدا بأن المهرجان لاقى ترحيبا وإشادة من الداخل والخارج وحقق الأهداف المرجوة من إقامته وأشار المحافظ بالماضي إلى أهمية زيارة الوزير لحضر موت للإطلاع على نشاط مكاتب الوزارة وفروع هيئاتها ومؤسساتها وتقييم أعمالها والاستماع لصعوباتها واحتياجاتها مشيدا بلفتة تكريم المبدعين مثمنا عطاءاتهم خلال مشوارهم الإبداعي مسرور جدا أن أكون اليوم زملائي في قيادة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة متواجدين معكم في حضر موت ننقل إليكم تهاني وتبريكات القيادة السياسية مثلتا بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء بمناسبة نجاح مهرجان البلدة هذا المهرجان الذي كان في هذا العام متميزا وهو دليل أيضا على اهتمام القيادة السياسية بمحافظة حضر موت لما لها من مكانة كبيرة واهتمام كبير من الفخامة الرئيس ومن الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونتوقع إن شاء الله تعالى أن تحظى حضر موت بالعديد من المشاريع والبنى التحتية لهذه المحافظة والإنجازات العديدة بإذن الله حريصين أن تكون حضر موت نموذج مشرف للسلطات المحلية على مستوى المحافظات وحريصين في نفس الوقت أن هؤلاء الكرام أبناء هذه المحافظة يعني يستحقوا كل الدعم وكل الاهتمام والرعاية والمحافظة واعدة بعدد كبير من المشاريع سواء في مجال الكهرباء أو البنية التحتية بمختلف أشكالها الاهتمام الكبير لفخامة الرئيس يعني سيكون له دور كبير إن شاء الله تعالى مهرجان البلدة اليوم أنا أعلنت عن إن شاء الله تعالى أنه سيتم من هذه اللحظة تشكيل فريق عمل لمهرجان البلدة للعام القادم بحيث يكون يعني أكثر تمييزا وأكثر تفاعلا وبإذن الله تعالى سنتعاون مع معالي الأخ المحافظة الذي نتوجه لأب خالص الشكر والتقدير والثناء العطر على كل الجهود التي يقوم بها لخدمة محافظة حضر موت وأبناء محافظة حضر موت هناك العديد من القضايا التي تم النقاش فيها بهذا الاجتماع أو يعني إن شاء الله تعالى هناك كثير من الحلول التي اتفقنا عليها والمعالجات التي ستتم بإذن الله تعالى وبدورنا سنرفع بمختلف المتطلبات التي نستطيع القيام بها إلى فخامة الرئيس الذي بدوره سيوجه الحكومة لتنفيذها وأيضا أنا أعرف أن دولة رئيس الوزراء مهتم كذلك بمحافظة حضر موت وكل الزملاء في الحكومة حضر موت نموذج متقدم للمدنية والتحضر وتعطش أبناء المحافظة للدولة وحضورها وتوجدها وحضر موت تميزت أنها كانت بعيدة عن مختلف الأحداث التي مرت بها اليمن خلال الفترات الماضية وهذا أمر الحمد لله أمر جيد لهذه المحافظة ونحن نتمنى أن يكون كل اليمن بخير وصحة وعافية إن شاء الله تعالى هذا التمييز المدنية الموجودة في أبناء المحافظة يجعل لها خصوصية متميزة وفريدة في إمكانية أن تكون نموذج مشرف بالنسبة لكل محافظات اليمن ستكون هي النموذج الذي يحتذا به في بقية المحافظات أيضا المحافظة واعدة بالكثير من المؤتمرات والفعالية الكبيرة التي ستأتي برعاية فخامة الرئيس منها مؤتمر السلطة المحلية الذي سيقام بإذن الله في أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر وهي برعاية كريمة من فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي وهذا أيضا سيكون له أيضا أثر كبير الأشقة في المملكة العربية السعودية أعلنوا عن حزب من المشاريع بتكلفة تقريبية مليار ومائتين مليون ريال السعودي لعدد من المشاريع والمحافظة واعدة بمشاريع أخرى إن شاء الله تعالى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من قبل فخامة الرئيس زيارة الممدعين وتكريمهم زيارتهم إلى منازلهم وتكريمهم هي تعبير بسيط من الحكومة ومن القيادة السياسية عبر وزارة الإعلام والثقافة والسياحة عن اهتمام الدولة ورعايتها لهؤلاء الذين قدموا حياتهم لأجل خدمة الوطن في مختلف المجالات التي كانوا يعملوا بها وبالتالي هي أقل واجب يمكن أن يقدم لهذه الكوادر الوطنية التي تستحق منها كل الإجلال والتقدير هذه المرة الثانية طبعا المرة الماضية كانت قبل سنتين وهذا الزيارة تأتي بناء على توجيه أيضا فخامة الرئيس واهتمامه المباشر وتوجه إلينا بضرورة الاهتمام بالمبدعين خصوصا الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن أكد محافظ حضر مغوت الأستاذ مبقوط بالماضي لأهمية التناغم بين السلطتين التنفيذية والقضائية ودعم تنفيذ أحكام القضاء وتوفير الأرضية المناسبة ودعم البنية التحتية للمؤسسات العدلية جاء ذلك لدى لقائه رئيس محكمة استئناف حضر موت فضيلة القاضي محمد فرج سباتي ورئيس محكمتي سيئون وثمود الابتدائيتين القاضي سامي صلاح الكثيري لمناقشة أوضاع السلطة القضائية وسبل تعزيز عمل المحاكم واستمع محافظ حضر موت لمقومات العمل للمحاكم والاحتياجات الضرورية للارتقاء بعمل السلطة القضائية بحضر موت وما تحتاجه من مبان ومنشآت لبعض المحاكم مبديا استعداده أو استعداد السلطة المحلية للتدخل في هذا الجانب وتدليل المعويقات التي تعترض عمل المحاكم بالمحافظة وأكدا في الوقت ذاته دعم استقلالية القضاء بما يسهم في أداء دوره بصورة عادلة وشفافة منوها بدور القضاء في تحقيق العدالة في المجتمع ونيل حقوق الأفراد وإيصال الحقوق إلى أهلها تفقد رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن حسن الحيد اليوم سير الاستعدادات لتشغيل مصنع إسمنت شركة دار اليمن المحدودة في العاصمة المؤقتة عدن البالغة تكلفته الاستثمارية سبعين مليون دولار بمساحة ستين ألف متر مربع وبقدرة إنتاجية تصل لنصف مليون طن من مادة الإسمنت سنويا رئيس المنطقة الحرة استمع من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المنصب ومدير المصنع المهندس أحمد السيد إلى شرح عن العمال الإنشائية الصناعية وترتيبات واستعدادات تشغيله التي وصلت نسبة ثمانين في المئة وأكد رئيس هيئة المنطقة الحرة بدوره أهمية هذا المصنع في تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع واستقلالية اقتصاد البلاد كذلك توفير فرص عمل جديدة تسهم إيجاباً بخفض معدلات البطالة في اليمن مجدداً التأكيد على دعم المنطقة الحرة وتقديمها التسهيلات الكافية واللازمة لتحفيز بيئة أو لتحفيز بيئتي ومناخ الاستثمار المحلي لجذب الاستثمارات الإقليمية للمنطقة أقدت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضر موت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن صباحاً اليوم بالمكلة اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة محمد الحامد لتقييم عمل اللجنة منذ تأسيسها اللجنة الاستشارية بحضر موت بحثت عدداً من الجوانب والأنشطة المقترحة لتعزيز أداء اللجنة وتطوير عملها استعرضت اللجنة الجهود المبذولة منذ انطلاق أعمالها وأبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة في مختلف القطاعات واللقاءات والأنشطة المنفذة والتدخلات التي أسهمت في حل حالة العديد من المشكلات بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتنسيق عمل مشاريع الوكالة الألمانية جي آيزيت ختام النشرة تذكير بأبرز مجال رئيس مجلس القيادة يهني الرئيس التونسي بذكر إعلان الجمهورية الرئيس العليمي يستقبل القائمة بأعمال استفارة البريطانية مزير الأعلام يشيد بنجاح مهرجان البلد السياحي ويعلن اعتماد المهرجان وزاريا من العام القادم ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت شكرا على حسن المتابعة والصدافة في أمن الله اشتركوا في القناة